نفس الكلمات صدرت من قبل رئيس أردوغان الذي سمن هذه الدعوة وأشار إلى أن الأتراك يحبون الأكراد وأن الأكراد يحبون الأتراك في إشارة واضحة إلى ضرورة الاتحاد تحت راية وعلم الدولة التركية لذلك الكاتب والمفكر التركي كاركوش يقول ليست هناك مشكلة كردية أو مشكلة عربية أو مشكلة ألبانية أو مشكلة تركية بل تعاني الأمة الإسلامية من مشكلة التمزق وهذا الأمر يأتي في إطار الفتن والمؤامرات التي تحاك من قبل القوى المعادية للعالم الإسلامي من أجل التفرقة من أجل أن لا يكون هناك حالة من حالات الاتحاد وبالتالي تكون الأمة الإسلامية في أقوى حالتها وتواجه هؤلاء المعادين لذلك الرئيس أردوغان ينادي على كل دول العالم الإسلامي بضرورة وجود اتحاد عسكري حقيقي لمواجهة هذه الأخطار المحيطة بالأمة الإسلامية وفي مقدمة هذه الأخطار الخطر الإسرائيلي في إشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد التوسع أكثر وأكثر ولديه مطامع كبيرة في أراضي الأمة الإسلامية ومن ضمنها الأراضي التركية لكن تركيا الآن تعمد للملمة صفوف الشعب التركي لجعل هناك حالة من حالات الاتحاد بين مختلف المكونات لجعل الصف الوطني واحد من أجل مواجهة هذا العدل الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر